إِنَّ الْحَمْدَ إِلَّا نَحْمَدُ وَنَسْتَعِينُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُّرُ لَنْفُسِنَهُ وَمَسَيَّئَةِ عَمَلِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَابِدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَلَّمًا ثم أما بعد فتح الله عز وجل بابا عظيما ودعا كل العباد للولوج من هذا الباب دعا المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل بين النار ولن تجد لهم نصيرا إلى الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ودعا الكافرين فقال فإن تابوا وأقابوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ودعا الذين قالوا إن الله ثلث ثلاثة والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قالوا يد الله مغلول غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا فقال بعد أن ذكر حالهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه كما دعا المصفين على أنفسهم من أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم فقال عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تأئاسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كما دعا المؤمنين الصدقين فقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فهذه الآية مدنية أي نزلت بعد إيمان الصحابة رضي الله عنهم وهجرتهم واجهادهم وصبرهم أمرهم الله عز وجل بالتوبة وعلق فلاحهم بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقسم الناس إلى تائب وظالم فقال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال بعض السلف من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وأخبر عن توبتي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين يتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كد يزيغ خلوه فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم فالبدارة البدارة إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة ذكر العلماء للتوبة ستة شروط قالوا الشرط الأول هو الإخلاص لأن التوبة عبادة تفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات من إخلاص النية لله عز وجل فقد يترك العبد الذنب خوفا من ذنب الناس أو رجاء مدحهم فيها نبغي أن تكون التوبة خالصة لوجه الله الكريم الشرط الثاني من شروط التوبة هو الإقلاع للذنب فيستحيل أن يتوب العبد الذنب وهو مدوم عليه واحد تب من شرب السجائر وهو مدوم على شرب السجائر فهذه ليست التوبة أو مصر بقلبي على المعصية كما أن يكون في المسجد يردد خلف الإمام تبدأ إلى الله ورجعنا إلى الله ومصر بقلبي على المعصية وليس بينه وبين المعصية إلا أن يخرج من باب المسجد فلا ودي من الإقلاع عن الذنب الشرط الثالث الندم على فعله وإن ندم توبة كما قال أكامروي عن النبي صلى الله عليه وسلم و الذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا أو يحرق بنار الآخرة فالندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن توبةه ليست صادقة ولكن صحيح إلا عزم لأنه قد يعزم العبد عزما أكيدا ثم تضع في نفسه أو يغلبه شيطان ويقع فيه الذنب مرة ثانية قيل للحسن البصري أما يستهي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار العبد ليس له إلا باب سيده لأنه لو وقع في عرص كثيرا قد يؤسه الشيطان من طريق الله عز وجل ويقول له لو تمت إلا لن يقبلك مع أن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أصرفوا كما أصرفوا أفتوحا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ثم ختم الآية بأسماء تدل على اتصاف الله عز وجل بالمغفرة ورحمة إن الله يغفر ذنوب جميعا يعني مع التوبة حتى الشرك إن الله هو الغفور الرحيم فلا بد أن يعزم العبد عزما أكيدا على عدم العودة الشرط الخامس هو رد المظالم يعني قد يكون الذنب فيه مظلمة لأدمي كمن أخذ مالا حراما ينبغي أن يرد هذا المال حرام أو اختلط ماله الحلال بمال حرام لا بد أن يتخلص يعني من الجزء الحرام أو وقع فيه مظلمة لا بد أن يصلح ما أفسد سواء كانت مظلمة مادية أو وقوع في عرض يعني شخص فالحديث النفس السلام من كان لأخي عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة والعملة الصعبة ليست اليورو وليست الدولار ولكن عملة الصعبة هي الحسنات لأن يوم القيامة يوم الحساب والعمل من أخذت حسناته كيف يعود النبي صلى الله عليه وسلم قال أتذرون ما المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ولكن المفلس من أمته من ياتي بحسنات كأمثال الجبال وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك ذما هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته وطرحوا عليه من سيئاته ثم طرح في النار هذا الإفلاس الحقيقي أنهم يأخذون الحسنات وهو أحوج ما يكون إليها ولا يستطيع أن يعوض هذه الحسنات وإن نفس السلام قال تقو النار ولو بشق طمرة فقد يحتاج الإنسان إلى شق طمرة أو إلى حسنة واحدة تسقي الميزان الحسنات على ميزان السيئات الشرط السادس من شروط صحة التوبة أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أي سوى بين من يتوب عند الموت وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة وإذا فرعون لمعين الغلق قال أمنت بالذي أمنت به بني إسرائيل قال عز وجل آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلما إلينا فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلى يا من سود كتابه بالسيئات أما أنا لك بالتوبة أن تمحو يا سكران القلب بالشهوات أما أنا لفؤادك أن يصحو أقول قولي هذا وأستنق الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبركاته وعلى محمد وعلى أليه وصحبه وصلى الله وسلم